سجلت وزارة الصحة تخلف 50 ألف شخص في آخر تحيين لها في حصيلة اليوم الوطن الرابع للتلقيح المكثف مقابل تطعيم 29 ألف شخص ودفع لجهود التلقيح تسلمت تونس اليوم كمية من جرعات التلقيح من فرنسا ضمن مبادرة كوفاكس وفيما يتعلق بحادثة تلقي عدد من شبان تتروح أعمارهم بين 15 و 17 سنة من ولايتي قبيل وقفصة لجرعات مركزة من تلقيح فايزر أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياد غفوس أن تلقي 78 طفلا من ولايتي قبيل وقفصة خلال اليوم الوطني الثالث لعمليات التلقيح المكثف بتاريخ 29 أوت الماضي جرعات مركزة من تلقيح فايزر لن يشكل أي خطر على صحتهم وقد وقعت الحادثة على وجه الخطأ وأن الأطفال المعنيين تحت الرقابة الصحية وصحتهم جيدة حسب ما أكد وفيما يتعلق بالوضع الوبئي العام تم تسجيل 1144 إصابة جديدة حسب بلاغ لوزارة الصحة وأفدت الوزارة أن عدد الوفيات المصادح بها اليوم بلغ ثمانية وفيات